السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تحب أن يكفيك الله هموم الدنيا كلها؟ أكيد طبعا نحب نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث حاجات يا حبيبي من خلالها ربنا سبحانه تعالى يكفيكم كل هموم الدنيا والكلام هنا للرجال والنساء إيه هم الثلاث حاجات لازم تدفع الأول صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة الاستعان بالله كما ثبت في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تمام؟ يبقى لازم تسأل المولى عز وجل وتستعين بالله فتسأل ربنا قل له يا رب اللهم اكفيني كل هموم الدنيا اللهم يجعل الدنيا في يدي ولا تجعلها في قلبي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا شوفت ديه دايما تسأل ربنا كده إن ربنا يطلع الدنيا من قلبك ويخليها في إيدك أنا مش عايزك تكون فقير أنا عايزك تكون غني وتكون ناجح وتكون زي الفل بس بشرط إن الدنيا ما تكونش واك لقلبك إن الدنيا ما تزعلش على فوتها ولا تحزن على أي شيء منها لأنها في نهاية دنيا لا تساوي عند الله جاناح بعوضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء شوفت ديه إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة أي الجنة إلا لمن أحب يبقى أول حاجة الاستعانة بالله رقم اثنين الانشغال بطاعة الله وبالدار الآخرة إن الإنسان يستعد ليوم الرحيل إن الإنسان يشغل نفسه دائما بطاعة الله أن يكون الله منك على بال دائما اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا إني وإنت قاعد وإنت نايم قبل ما تنام فآخر من تذكره هو الله وأول ما تقوم النوم فأول من تذكره هو الله تنام تقول أذكار النوم تقوم تقلق بالليل تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو تقول لا إله إلا الله تذكر ربنا سبحانه وتعالى تقوم تصلي تكرأ الكرآن تقول أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم كراءة الكرآن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا تكون دائما مجهولا بالله سبحانه وتعالى يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن من جعل الهموم هما واحدا هما المعاد يعني هم الآخرة يعني شاغل نفسك بإيه يا طرى اللي أنا بعمله دوت إن شاء الله إن شاء الله يكون سبب في الخير اللي هشوفه في القبر العمل اللي بعمله ده يا طرى يبيض وجهي أمام الله لما قب بني ده العمل اللي بعمله يا طرى هيكون في ميزان حسنات يوم الإيامة ولا ميزان سيئاتي العمل ده يوصل للجنة ولا النار هكذا يكون همك الآخرة يا مام لأن الدنيا منفاتة بحلوها وبمرها هتعيشها هتعيشها بالحل بسعادة بغير سعادة هي هتعدي أيام وهتجري يوم الإيامة يقول جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين عشتوا كم سنة في الدنيا قالوا لبثنا يوما لا 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 مش يوم أو بعض يوم وأو هنا يعني بل يعني بل بعض يوم يعني عشنا ساعات ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يا خبر بيض كل الدنيا دي كلها اللي عاشها المجرمون وأكلوا شربوا وتفسحوا وتمتعوا وعاشوا في معصية ربنا عيزا بالله كل دي كتساعة يا بو هي الساعة دي كتستحقن الإنسان ينسى ربه وينسى لقاء ربه شوف هتدي يبقى من جعل الهموم هما واحدا هما المعاد إيه النتيجة كفاه الله سائر همومه الله عندك هم إيه هم الزوجة هم الأولاد هم الشغل هم أعدائك هم جرانك اللي بتعبينك هم قريبك اللي مقاطعينك هم الفلوس اللي مش مقضية هم المرض اللي عندك هم الإبنك اللي نفسك تجوزه هموم كتيرة جدا اشغل نفسك بهم الأخرة الله يكفيك كل الهموم ما شاء الله يخلي زوجتك كده زوجة مواتية طيبة لينا هينا إنسانة قنوعة وتعملك أحسن معاملة يخلي أولادك برين بيك يخلي أرحامك وصولين لأرحامك يخلي جرانك يعملوك أحسن معاملة يخلي الفلوس اللي في إيدك فيها بركة وربنا يوسع عليك رزقك وهكذا اشغل نفسك بالأخرة ربنا يكفل لك الدنيا كلها بفضل الله من جعل الهموم هما واحدا هما المعاد كفاه الله سائر همومي طيب والتاني بقى ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا تمام لم يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك لو الإنسان شاغل نفسه بس بالدنيا الزوجة والفلوس والدنيا والمطع صلاة ما فيش صلاة ذكر ما فيش ذكر كرآن ما فيش كرآن ما فيش عبادة خالص يتركه المولى عز وجل لا يهلك في أي وادي من أودية الدنيا مش المقصود وادي إن هو وادي بين جبلين المقصود أي وادي من أودية الهموم اللي هو شاغل نفسه بيها عيازا بالله شفت ديه فالإنسان يشغل نفسه بأخرته ويشغل نفسه بالله ربنا يكرمه ويكفله كل هموم الدنيا ويمكن بقى الحديث اللي جاي يوضح الموضوع ده أكتر كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همة شوف اللفظة حسنة مستغرقة كل حاجة فيك من كانت الآخرة همة جعل الله غيناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة الله أكبر ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه مهما ربنا يديله يقول لك الدنيا وقفة والسؤنة وما فيش ومنين وما عنديش وخلاص والدنيا سبحان الله زي واحد مثلا متعاود يكسب كل يوم في المحل بتاعه ألف جنيه فلو جي في يوم كسب خمسمة جنيه فلما تسأله إيه الأخبار يقول لك خسران خمسمة جنيه مع أنه كسبان خمسمة جنيه لكنه ينظر بالمنظور اللي ايه اللي المعتاد أنه كل يوم لازم أكسب ألف جنيه هذا لا يشكر الله أبدا على أي شيء عيازا بالله يبقى ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه تمام وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها يعني رغم شغاله بالدنيا برضو مش هيجيله إلا اللي ربنا مقدرهوله والتاني اللي شغل نفسه بالأخرة الدنيا تأتيه وهي أرغمة تحت رجله سبحانك يا رب سبحانك يا رب وده اللي حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة حكم بالعدل وحكم بالشرع وجمع زكاة المال ونادى في 26 دولة من كان بحاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين فكان المال يعود مرة أخرى إليه كاملا فيقولوا هل لا ناديتم على الناس قالوا نادينا يا أمير المؤمنين طب الفلوس رجعت ليه قالوا عففت فعفت الأمة مش عايزين حاجة قالوا طب من كان عليه دين فسدادوا دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين قال لهم من بلغ سنة الزواج من الشباب والفتاة فزواجهم من بيت مال المسلمين جوز الشباب والبنات قال لهم من أراد أن يحج ولم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين خلى الناس تحج من بيت مال المسلمين قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين فنعمت الطيور في عهد المسلمين قالوا له لسه فيه فلوس فايدة يا أمير المؤمنين قال لهم ما تبقى من المال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب يا سلام شفت الإسلام شفت الخير بقى لما الإنسان بايش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى طيب يبقى أول حاجة من الأشياء التي تكفيك يكفيك الله بها هموم الدنيا كلها نستعانى بالله الحاجة الثانية الانشغال بطاعة الله والانشغال بالدار الأخيرة ثالث حاجة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن أبي بن كعب لما قال للنبي إني أريد إني أكثر من الصلاة عليك أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله فكم أجعل لك من صلاتي فقال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك خير ليك أنت فقال له الربع قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك طب التلت طب النصف طب تلت تربع في الآخر قال له إذن أجعلها يعني الساعة دي كلها صلاة عليك يا رسول الله فرد عليه النبي وقال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك تضمن دنيا وأخرا يكفيك همك خلاص ما فيش هموم في الدنيا ويغفر ذنبك يعني يجعلك من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم هموم الدنيا كلها وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته